أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجد القطان عن تقديم الدعم اللوجستي من وزارة الصحة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لمكافحة الجراد بمنطقة الوفرة وكان فريق الرائق التابع في جولة ميدانية الضربات الكيموية الاستباقية للمفارخ الطبيعية للجراد على الحدود البرية الجنوبية للبلاد فيما أبدل القائمون على حملة الرش تخوفاتهم من وصول الجراد إلى مزارع الوفرة والفتك بالمحاصيل الزراعية الأمر الذي يشكل تهديدا صريحا للأمن الغذائي